السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم في قناة فيزا غالي ان شاء الله تكونوا بيخير وعلى خير الفيديو ديال اليوم صفة جديدة غادي نشارك معاكم هات الفطائر هادول كيجيو على هات الشكل ديال المثلاتات كيجيو رائعين كنصوبوهم يعني واحد كنصوبو حد الكمية كتير في دقة واحدة ساهلين تحضير بدون فورن غادي نطيبوهم غير في المقلات وايضا بواحد مكونات اللي هي الديدة ومقوية ايضا انتم مشوفو الداخل ديالهم كيجيو خفاف كيمشتو وما معجنينش من الداخ يعني ناجحين مئة في المئة والاهم انهم ساهلين في التحضر اتمنى ان شاء الله هتبقوا معي حتى الاخر بشوفوا الطريقة باش غادي نحضروا هات الفطائر هادي وانتمنى لكم فورجة ممتعة ان شاء الله بسم الله غادي نحتاجوا هنا يا كاس ديال الدقيق احنا انا كان نخدمون بقندر مع كل مقادر معلقة صغيرة ديال سكرساني دا معلقة كبيرة ديال الخميرة الفورية وشوية الملحة وهذا الكاس فيه 200 مليلي لتر ديال 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 الماء دفيت واحد شوية هنا غادي نفعله الخميرة بالطريقة الاعتيادية وهنا نسيت ثلاثة دلمعالقة ديال الزيت دوك المعالقة كبار يعني كيكونوا عمر غير شوية ونضيف هاد الكاس ديال الدقيق هنا ستعملتان الفورس الحرش كيف ما يمكن تستعملوا حتى هذا الخاص بالحلويات غادي نخلطوه مزيان ونخليه واحد لمدة تقريبا واحد خمسة دقيق بما نوجدو الحشوة ديالنا بالنسبة لهذا الحشوة هادي كتبقى ختياريا هنا عندي بصلة مشلضة في الفلاة حمرة في الفلاة خضرة والربع والزيتون تهون قطع رقيق وهذوك توابل دوك التوابل الحارة وشوية ديال البزار والملحة هنا در زيت الزيتون وتقريبا واحد اربعاد المعالقة هكا وغد نشحر فيها البصلة ونقن دير بالنتسبوع هذوك الخضر الاخرى تشحروا على عفيا اللي تكون شوية مهلة باش تحت الدبال وتولي اللون ديالها شفاف ونضيف هالتوابل هادو كيف ما شفتم ما كترناش هنا التوابل والسمر في التحرك تغضي الدبال لنا كيما قد لكم هاد هاد البصلة هادي ونقنضيف فهذا الفول فول اللي مقطع به هاد طريقة هادي احمر واخضر احنا درت فلفلة فخة خضراء وفلفلة حمراء اللي فلفلات متوسطة مش كبار بزاف وغد نكمل غد نشحرهم زيان ما غديش نخليهم حتى يتعجنوا لينا ما يبقوش بعينين احنا غد نشحرهم واحنا كان نحركوا حتى غد نشوفهم رادخل فيهم الطياب ولكن نحاولوا ما يتعجنوش لينا لان نبغينا هم يبنوا لينا هاد الالوان هادو في الفطائر ديالنا اولا في الخبيزات ديالنا هادي نستمر هاكف تحرك حتى نشوفهم يعني نزلوا صافي وغادي نطفع لهم صافي هاد القياس هادي نطفع لهم دبا في هاد القياس هادا باش نضيف الزيتون او الربع هما ما كان طيبوهمش يعني هادي نضيفهم في اخر لحظة هنا الزيتون اخضر بلا عدم طحنتو في اه يعني فذيك الهاشور وربع زبور مع دنوس صافي غادي نطفع لها ونحيدها على جنب باش تبرد وداب غادي نرجعوا للعجينة ديالنا بعد ما غادي نطفع لها اهنا عفوا واحد اه يعني تقطع لي ها تصوير واحد البطاطة سلقتها وكن حكاب هاد الطريقة هادي صافي غادي نحكاب هاد شكلاه دا ونرجعوا للعجينة ديالنا هنتو مشتو هاد الطريقة هادي كتت دائما كتتنجح لنا هاد العجائن بحل بيتزاب حل اي حاجة خمرناه في الاول وراكا تعطوها هاد نتيجة مزيانة غادي ندير في هادك الخضر اللي شحرت اللي فيها الزيتون وربع بعد ما بردت شوية ما كندروهاش طيبة وندير هاديك البطاطة اللي سلقتها غير شوية وحكيتها به هاد شكل هذا ممكن تضيفوا اي نوع ديال الخضر كتبغي ممكن تضيفوا الطون اي حاجة بغيتوها انا كتفت دائما في هاد رمضان هادا كان نحاول نركز على الخضر وكان نخلطها مزيان وكان نضيف دقيقة نضفت واحد الكاس يعني غادي في الاخير نقول لكم الكيسان شحست دخلت لنا هاد العجينة اولا نكتبهم لكم ان شاء الله في صندوق الوصف وهذا الكاس الثاني يعني بلمح سبت هاداك الكاس اللي اللي درناه في الخميرة الاول قا وبالنسبة الكاس التالت نحاولو العجينة دينا ما ندلكوهاش ونحاولو الجينة شوية غير ما كتلسقش في لد ولكن كتكون مطلقها شوية ما نقصوهاش بزاف هنا الكاس التالت غادي مقنضف شوية بشوية غير باش تجمعليه مزيان ونشوف واش غادي نكمله كي ما قلت لكم انا هنا درت الفورس الحرش اللي درتو رطب تديرو شوية ديالي فينو اولا شوية القمح الكامل اللي بغيتوه هنا غادي نكمل هانا باش نجمعها مزيان وما كان ندلكوهاش باش ما نخوش من هاداك الخميرة لانها وصافي هنا من بعد غير غادي نسليوها غادي نبداون طيبة ما ديش نخليها سخمر صافي هنا غادي نردها لهذا الاناء هذا باش يلا هنبقى تشكل فيها باش لي شوية زيت باش ما يلسقشوا شوية زيت من الوجهه ديالا ونخليوها على جنب بينما نوجدو فين غادي نحطوهم شوية زيت فات الوجه هكا وصافي هنا غادي نحاول نبقى نشكل فيهم ونبقى نستفهم بمجرد غادي نسلي غادي نعود نشعل المقلة باش نطيبهم يعني را ما كياخدوش وقت في يعني باش نخمرهم مدة طويلة هنا قسمتها على ثلاثة هاد الكيميا اللي عندي ودرت شوية دقيق بهات الشكل هذا را ما كتل السقش هنا فاش درنا لي هالزيت واصلا العجينة اه هتا هي في هالزيت را ما كتل السقش غادي نحاول نقرصها اولا للكابات الشكل هذا تعطينا واحد الخبزة اللي هي دائرية صافي غادي نحاول ما نرققهاش بزاف ونخلياش غليظة ونحاول نجيبها كعلى شكل دائرة لحسب المقلة ديالكم يعني واش كتكبروا واش كبيرة ولا صغيرة عفوا وصافي غادي نقسمها بالطريقة باش نقطعوا البيتزا ندروها على 4 وعلى 8 ديال القيطع في الاخر وصافي غادي نستفهم في واحد طواء ولا في واحد توب اهنا ما غاديش تخافوا يلسقوا لان فيهم الطحين في ذاك الوجه اللي كالي تحت را ما غاديش يلسقو ولا خفتو يلسقو درهم فواحد توييب ودير لهم شقوه ولا الورق ديال المطبخ وديروا شوية ديال دقيق صافي غادي نستمر باش كلا دا حتى غادي نحطهم بعدهم شوية باش ما يتلاسقوش ونزيد هذا اخر قطعة ونفس الطريقة غادي ندير هالعجينة الاخرى كما كتلكم قسمتها على ثلاثة صافي هادي هي الجوجو بقصة الثالثة لهي بتا غادي نشكلها ان شاء الله نحاولوها كما نخرجوش من هاديك الخميرة كما كتلكم ما نضغطوش بزاف بزاف غير شوية بقلكها بنفس الطريقة ونقطعوها بدك الشكل اللي شفتو حتى غادي نسالي هاد الكميقاء اللي عندي ديالعجينة ونستفهم كما كتلكم في الطواء ولف هادي يعني درساف هادي السيل البطادي ودرساف واحد البلاطو غادي نستمر هاكا كنحطهم صافي بمجرد غادي نكمل الثالثة غادي هانتموشتهم بعد مساليتهم صافي ما غاديش نخليهم هنا يخمروا لي انهم جايين طالعين والمقلد يالنا كنديرها تسخن عند هادي البنسو هذا وندو صغير مسحها خفيفة وهم هادو الفطادي هاتو مشتباش عرفو خامرين كدروا سبعكم راكا تهبط وكتعود تطلع صافي كان بقان مليكا تسخن المقلد يالنا عافية تكون مهيلة ما تكونش مجهده كان بقان حط هاد هاد القطع به هاد الشكل هادا نحاولو هكا باش نكاحزوهم شوي باش يالله تدي لنا واحد العدد اللي هو كبير ديال هاد هاد المثلاتات هادو نحاول ندفعوهم شوية باش ندير واحد البلاصة الواحدة واخرى وصافي كتبقى على حسب المقلد يالكم واش كبيرة ولا صغيرة هاديرها كبيرة كتبدي بساف ونخليهم يطيبوا على عافية مهيلة باش ما يتخطفوش لانا فيهم داك شوية ديال السكر كتعرفو السكر كي يعطينا اللون دائما بسرعة فلي هادا نردو البال باش ما نا باش ما يتخطفوش لنا وقوم عجنين بغانا هم يجونا شفشين من الداخل وناش فين ما يجوناش هكام عجنين وصافي كان بقى نقلب فيهم باش شكل هادا حتى كي يطيبوا بالنسبة للجوانيب باش يطيبوا لهم دوك الجوانيب والاسفل كيما دائما كنوريكم فهذا الفطائر يعني اخسحتا نحمروهم من الجناب ما يبقاوش هكاك بوض وانتو مشتورة وقفتوهم بهتشكل هادا وكان عود ندهن المقلب شوية غير شوية ديال مسحة ديال الزيت وكان حط الأخرى وكان استمر راكح تغذين طيبون كاملين بنفس طريقة نحمروهم بهتشكل ونتلقوا في شكل ديالهم النهائي ان شاء الله وصافي هاو ما دو الفطائر ديالنا رائعة جات على شكل هادا جات خفيفة وايضا ما جاتش تقيلة وما مضقساش من الداخل جربة اللي هي رائعة اتمنى ان شاء الله تجربوهم وتصوبهم الفطول لانهم ساهلين كيتصوبوا بدقة وحدة يعني ما كان بقوش كنشكلوا كل حاجة بوحدها وصافي هادا هو هادا هم الفطائر ديالنا نتمنى ان شاء الله يعجبوكم هادا نفتح معاكم اكيد وحدة باش تشوفوا لانها كتجي خفيفة من الداخل هانتو ما يعني را طيبة بالقياس بشوية ردوا البل لانا كما قلت لكم اي عجنة في هالسكر ضروري تنقصوا عليها العافية لانها كتخطف لها الوجه وكتبقى من الداخل ما طيباش هادو را طيبين من الداخل وناشفين وايضا هانتو مشتوهم جعبين من الداخل غدي نحل معاكم ان شاء الله الداخل دياله باش تشوفوا يبقوا فطائر اللي هما ناجحين تمنى ان شاء الله تجربوهم وإلى عجبكم ما تنسوش شاركوا مع معارفة ديالكم واحبابكم في مواقع التواصل وما تنسونش من لايكات ديالكم وتعليق من التعليق ديالكم الرائعة ودائما الى وصفة اخرى وفيديو اخر وصلنا لنهاية الفيديو خليت لكم الراحة وإلى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله السلام عليكم